يدعى اسمه عجيبا وبتعرفوا أحبائي يسوع عجيب في كل شيء إذا درست طبيعته بتكتشف أنه طبيعته عجيبة إذا درست أعماله تكتشف أنه أعماله عجيبة إذا بتدرس أسماءه تكتشف أنه أسماءه عجيبة ومتميزة إذا بتدرس حياته تكتشف أنه عجيبة خالية من أي خطية قدوس بار منفصل عن الخطى إذا بتدرس عن هوية وشخصية يسوع المسيح فتحتاج كل مكتبات العالم تحتاج كل العصر وكل الأزمنة وكل الأبدية حتى تتكلم حتى توصف هذا الشخص الرائع البديع شخص رب يسوع المسيح فالنبي إشعياء قال يدعى اسمه عجيبا فكيف تصف يسوع المسيح وكيف تتحدث عن يسوع المسيح وأي أوصاف تصف فيها هذا الشخص الرائع يسوع المسيح فلاحظ بتشوف هوية يسوع المسيح من خلال آية وحدة مكتوب يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا هذا الذي ولد في بيت لحم مكتوب عنه لأنه يولد لنا ولد وأنا وضحت في حلقات سابقة أنه حاشى لأي فكر مسيحي أنه يؤمن أن الله يتخذ صاحبة وأن يكون له ولد هذا فكر جنوني هذا فكر متعصب لا يوجد أي مسيح في العالم يؤمن ويصدق هذا الشيء وعندما نذكر هذا الشيء تعتبر إهانة موجهة ضد الله إهانة موجهة ضد شخص المسيح إهانة موجهة ضد كل مسيحي موجود في هذا العالم لأنه تتكلم عن شيء غريب بيختلف عن إيمان المسيحيين وعن عقيدة المسيحيين اشتركوا في القناة